مشاهدين ملفات عدة يحملها رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بنت الى واشنطن حيث يستقبله رئيس الامريكي جو بايدن مثساء هذا اليوم ابرزها ملف ايران النووي ومن يدور في فلك طهران بالمنطقة في لبنان سوريا العراق اضافة الى مصير عملية السلام الاهم اولا واخيرا ان لقاء بايدن بنت هو اول امتحان لهما في نجي علاقات اكثر واقعية عن سابقتها بين ترامب نيتانياهو لقاء بايدن بنت ابرز الملفات واهم المخراجات المرتقبة موضوعنا مع الكاذب السحفي ماجد عزامة هو معنا مباشرة من مدينة اسطنبول استيس ماجد صباح النور صباح النور لحضرتك لاستاذ المشاهدين اهلا وسهلا استيس ماجد مساء هذا اليوم اللقاء الاول بين الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الاسرائيل الاسرائيلي نفطالي بنت الملفات كبيرة على رأسها العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة نشأ علاقات اكثر واقعية عن سابقتها بين ترامب نيتانياهو هل سينجحان بذلك تعتقد؟ يعني مرة تانية صباح النور لحضرتك لاستاذ المشاهدين كبير المحللين في صحيفة يدوات احرانوت نحوم برنياء المحلل المخدر قال يوم الجمع ان اللقاء قد سيكون بمثابة اختبار التوظيف يعني لن يعرف بنت النتيجة الا بعد ذلك سيراء على الارض قال انه سيكون هناك احتضان لبنت سيكون هناك محاولات لدعمه سياسيا وعالميا لكن السؤال اللهم من وجهة نظر واشنطن هل بنت هو شريك بالامكان الاعتماد عليه بعد الورطة التي رأيناها في افغانستان وبعد سياسة الانكفاء الامريكا عن المنطقة يعني يفترض ان هذا اللقاء لذابة الجليد بين الطرفين بايدن كان اول يعني بعد نص ساعة من تشكيل هذه الحكومة اصدر البيت الابيض بيان دعم لها بايدن كان اول زعيم اجنبيه تصل في نفتالي بنت لكن يبدو انه هناك نوع من اختلاف الاجندات حتى من القاعدة اللي حضرت اكترحتيها انه فكرة عادة العلاقات بين الجانبين كان هناك فطور بين نتنياهو وبايدن ناتج عن الفطور اللي كان عندما كان بايدن رئيس وزارة وانه بايدن يصف نفسه انه صاهيون يقول انه انت لست بحاجة اليهود اللي كي تكون صاهيون لكنه يفكر مثل الحزب الديمقراطي بالصاهيونين اللي ممكن بين هلالين والعالم يسريين اللي يعتقد مثلا انه جاذر المشكلة في المنطقة هو القضية الفلسطينية ولا يمكن لاسرائيل ان تدفنها او تكنسها الى وقت طويل يعني هناك اختلاف الاجندات تبدى امس المؤتمر الصحف القصير قبل لقاء وزير الخارجي الامريكي مع نفتاري بينت نفتاري بينت تحدث عن ايران تحدث عن الاستقرار الاقليمي يقصد اذرع ايران في المنطقة وتحدث عن التغير مناخ لم يتحدث حتى عن قضية الفلسطينية يعني اضطر بالابلينكين للتدخل والقول انه سيتحدث عن قضية الفلسطينية هي مهمة لكن حتى في القضية الفلسطينية وهي بين الالين ملف خلافي هناك تفاهم بين الجانبين على انه ليس هناك امكانية الان لاستيناف المفاوضات بينت يطرح معادلة او يعني يحاول ان يقدم تنازلات شكلية بمعنى يتحدث عن تقليص الصراع يتحدث عن مثلا عدم ضم اراضي لكن بناء استيطان عدم التفاوض مع السلطة لكن تقديم بوادر سياسية واقتصادية من اجل استقراره هو يعتقد ان الملف الاهم هو الملف الايراني واشنطن تعتقد ان الملف الفلسطيني مهم ولابد من العمل عليه حتى لو لم يكن بالامكان الان الذهاب الى المفاوضات او كما قال بلينكين نفسه انه افاق حل الدولتين ليست واضح ليست ماموسة امام الادارة الامريكية الان على كل الاساس ماجد الرئيس الامريكي جو بايدن يستقمر رئيس الوزراء وهو بعلمه ان اي اطروحة قد تطيح بتحالف بنت ولا يريد ان يرى من جديد نتانياهو رئيسا للوزراء امر واقع يريد التعامل معه بالمرحلة القادمة من هنا ربما ما ينتظر ليس بالكثير على صعيد القضية الفلسطينية لكن ايران هي بالمرتبة الاولى بنت يصل واشنطن ومعه خطة لكبح جماح ملف ايران النووي رغم ان المرتقب من الرئيس الامريكي ليس بالكبير واشنطن ما زالت تعول على المفاوضات وعلى العودة الى الاتفاق النووي ما ترفضه اسرائيل جملة وتفصيلا بعهد بنت ايضا صحيح اللقاء يعني كان يعني تم الحديث انه سيكون في هذا الوقت كان هناك فكرة لتأخيره بظل انشغال بايدن بالملف الافغاني لم يحصل حتى على جازته السنوية كان يتم الحديث عن تأجيله للخليف لكن الملفات في اسرائيل ضاغطة يتم الحديث عن مفصل مهم وهو اجازة الميزانية لعامين ما يعني ان الحكومة ستستقر لشهول لان اذا لم تجاز الميزانية ستسقط هذه الحكومة اذا كان استقبال بنت لنفتة لبنت نوع من دعم الحكومة حتى يتم تمرين الميزانية على فكرة حتى وزير الخارجية الاسرائيلي عمل على ترتيب اللقاء في هذا الوقت من اجل ان تستقر الحكومة في الموضوع الايراني يعني بنت قال انه يحمل خطة يعني بين هلالين هي خطة اسرائيل جديدة يعني ليس هناك سجال علني مع الادارة الامريكية ليس هناك سجال علني في وسائل العالم الامريكية وحتى في الكونجرس كما كان يفعل نتنياهو لكن اسرائيل تعتقد انه الادارة الامريكية الان قرار العودة الى الاتفاق الناوي ليس قرار امريكي بالدرجة الاولى وقرار ايراني امريكا مستعدة للعودة الى الاتفاق وتحدث عن مفوضات بعد ذلك لتحسينه لكن هنا الخلاف اسرائيل تقول طبعا هي تستغل الموضوع الايراني لنفي نفي ممارسات الاستعمارية في فلسطين او نفي فكرة انه لا استقرار بدون حل القضية الفلسطينية ولا التعمي على ما تفعل ضد الشعب الفلسطيني ولا تأجيل القضية الفلسطينية قد الامكان وفق وجهة نظر اليمين نفتالي بنيت يقول انه الان هناك واقع في ايران يعني امس حتى تحدث وزير الدفاع الاسرائيل انه ايران على بعد شهرين من الوصول الى دولة حفا وعتبة نووية التقديرات في واشنطن ليس كذلك تحدث بينه انه اذا كان لابد من العودة الاتفاق فيحتاج الامر الى مفاوضات جديدة للعودة الاتفاق او لتحسينه من الان واشنطن لا تفكر بهذه الطريقة يتحدث ايضا عن تصدي الى ابرع ايران في المنطقة استيزماجد عن سوريا لبنان العراق واليمن استيزماجد وزير الدفاع الامريكي امس تحدث انه سيدعم اسرائيل في هذا الامر استيزماجد برنامج ايران النموبي على رأس المحادثات لكن ايضا ازرع ايران بالمنطقة لبنان سوريا العراق لبنان الخطر الاكبر اليوم بالنسبة لاسرائيل مع التوتر الذي شهدناه بالاسابيع الماضية عند الحدود بين الجانبين وازمة السفن التي يعمل حزب الله على استجرارها من ايران لتزويد البلاد بالمحروقات وسط ازمة محروقات غير مسبوقة يعاني منها لبنان ما الذي سيطلبه بنت تحديدا حول لبنان تعتقدون يعني لبنان ليس هو الملف الأكثر وميعتقدون الملف الأكثر الحاحن غزة وكان مهم جدا بالنسبة لنفتالي بنت ان يجلس مع ان يذب الامريكا في ظل عدم انفجار الوضع في غزة هذا ما عمل عليه الوسيط المصري هذا سبب توجيه الدعوة لبنت لزيارة القارق يتحدث بنت اجابا في البيت الابيض عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعني كان مهم جدا من الجاة الزاوية الإسرائيلية وفي هذه الزاوية خدمهم وفي هذا الجانب خدمهم رئيس النظام المصري بأن لا تكون غزة ملف ملح يعني بما تخيل لو سيلورة تصعد الأوضاع استمرت من السبت لكان الملف الفلسطيني هو الملف الحيوي إذا كان هناك تصعيد في غزة لكن مصر عملت على تهدة الأجواء في غزة لكي لا يكون ملف غزة والملف الفلسطيني هو الملف الأول لبنان ليس يعني سيلورة تقول أن غزة هي الملف الأكثر اللحاحا والإيران الأكثر خطرا لكن في الموضوع اللبناني وجهة النظر الإسرائيلية العامة طبعا هناك تحريض هناك محاولة تضخيم خطر حزب الله لك إسرائيل تتحدث عن لبنان وكدولة فاشلة وأن حزب الله هو منشغل بالملفات والأزمات الداخلية ونسيلورة تحرص على ألا تدخل بأساس نعم الداخلية ليست حسن نوايا منها ولكن تعتقد أن الأمور في لبنان ذهب إلى أسواب دون تدخل إسرائيلي لذلك هي لا تتدخل في قصة الصفن يعني حتى هناك وجهة نظر إسرائيل رغم الحديث عن اختلاف قدرات الردع واختلاف مزال الردع لكن يعتقد أن حتى الصفن لن تغير الواقع بشكل جدي لأن الأزمة اللبنانية هي عميقة جدا ولن تحل بسفينة أو اثنتين أو ثلاثة تصل إلى لبنان يعني الملف اللبناني يتم استغلاله من قبل إسرائيل لكن في قصة الأذرع يتم الحديث عن سوريا حيث التموضع الإيراني بمعنى الإسراتيجية عن العراق وحتى عن اليمن سوريا تحديدا بالنسبة للملف السوري محافظة الدرعة تحديدا عند الحدود مع إسرائيل ومع الأردن خطر حسب الله بعدها على الحدود بالنسبة لجانب الإسرائيلي أي واقع ستكتسه هذه الأزمة بالنسبة للمفاوضات اليوم الرجلين بنت بايدن مساء بالبيت الأبيض يعني هذا الأمر سيكون تفصيلي ستحدث عنه بنت مع وزراء آخرين مع مساعدين مع مستشل الأمن القومي مع بايدن سيتحدث عن إيران سيتحدث عن بايدن سيتطلب بقى ما قلت عن القضية الفلسطينية في الموضوع النووي سيتم الحديث عن محاولة التواصل إلى التفاهمات وعلى الملف الأساسي طبعا في القضية الفلسطينية لا يجب أن يكون هناك انفجار يجب أن يكون هناك استقرار اقتصادي للسلطة لا تريد الولايات المتحدة تنزعج من القضية الفلسطينية وتريد بينه لأننا نتبقي الآفاق أو الأمل بحل الدولتين اللي يقتلوا لا يؤمن به بايدن في الموضوع الإيراني هو الطبق الأهم على المفاوضات يعني ربما تحصل إسرائيل على تعويضات ربما تحصل عن دعم فيه المحيط الإقليمي لكن الموضوع الإيراني هو الأهم في موضوع سوريا هو أيضا هو ملف تفصيلي هناك يعني في سوريا تعتقد إسرائيل أن روسيا هي تقوم بدور مهم أنها روسيا معنية بتهدئة المخاوف الإسرائيلية والأمريكية وحتى الأردنية لذلك ذهب الملك الأردنية إلى روسيا وأنه في صلب الاتفاق التهدئة في 2018 كان هناك اتفاق روسي لإبعاد الميليشيات الإيرانية ميت كيلو هو الذي تم الالتزام به حتى فترة بصيرة سيد ماجد كميم أيضا ملف التطبيع ليس من الملفات التي ستطرح مساء بالبيت الأبيض ليست أولوية بالنسبة لإدارة بايدن ولا لإسرائيل بعهد بنت صحيح 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 إدارة بايدن تدعم التطبيع لكن ليست مستعدة لكي تدفع الإدارة الأمريكية فهما هذا التطبيع كما فعل ترام في قضية طائرات F35 للولايات المتحدة في قضية الصحراء الغربية بالنسبة للمغرب الأمر الآخر الولايات المتحدة انسحبت من صندوق إبراهام اللي كان يفترض أن يكون رافض اقتصادي للتطبيع أنا أتحدث عن 3 مليارات دولار كان يفترض أن يكون هناك عمل اقتصادي إسرائيلي إماراتي في المنطقة لكي يجسد التطبيع ويجعل أمر واقع الولايات المتحدة لا تعتبر هذا الأمر أولوية وليست أولوية حتى نفتالي بنت لم يتحدث عن هذا الإمار طبعا في الخطة التي يحملها يتحدث عن التطبيع والتوافق أن يكون هناك توافق عربي إسرائيلي في مواجهة إيران الولايات المتحدة تعتقد أنها ستعمل على الملف الإيراني بطريقتها وأنه سيكون تقليل التداعيات ستعمل على الولايات المتحدة مع الحلافاء لكن في هذا الجانب تعتقد الولايات المتحدة كما قال بلينكين أن التطبيع مهم لكن يتفهم أنه بدون حل القضية الفلسطينية بدون وجود مع هذا ربما التصويب السياسي الإعلامي الفلسطيني ضد التطبيع لن ينتشر التطبيع لن يتفشى لن يعمل منطقة ولن يكون هناك تطبيع طالما لم يتم حل القضية الفلسطينية نفتالي بنت يؤمن بما يسميه هو سلام السوبر ماركت أو يعني هو تحديث للسلام الاقتصادي اللي تحدث عنه نتنياهو تقليل الصراع هو تحديث لما كان يتحدث عنه ويشعلون عن إدارة الصراع بأقل ثمن ممكن إذا هنا في موضوع التطبيع في ملفات المنطقة لابد أن يتم الدفع في السياق الفلسطيني نفتالي بنت لا يريد هذا الأمر والإدارة الأمريكية لا تريد أن تضغط عليه لكن على الأقل تطلب منه ماديرات لكي لا تنفج القضية الفلسطينية لا في القدس ولا في غزر السيد مجد هنا أصل إلى خلاصة بنهاية المقابلة إيران على أبرز جدول المحادثات ومن ثم تسميت زعامة بلد كرجل إسرائيل القوي لكي لا يرى بايدن بالمرحلة القادمة شبح نتانياهو من جديد رئيسا للحكومة الإسرائيلية ويجبر على التعامل معه بالسنوات المتبقية من عهده الرئاسي على كله بمقال تحليل لصحيفة لموت قالت أن الأشهر السبع الأولى من عهد بايدن وصلت الصحيفة إلى خلاصة أنه يريد إدارة الأزمات ولا حلها عالميا انطلاقا من أزمة أفغانستان والواقع الذي أرسته الإدارة الأمريكية الجديدة بالتعامل مع أزمات المنطقة الكاتب الصحفي ماجد عزام شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة كنتم معنا مباشرة من مدينة إسطنبول شكرا جزيلا لكم على أفغانستان